بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على الشرف المرسلين سيدنا محمد على آله وصحبه أجمعين أهلنا مرحبا بكم على قناة STC سالموني تريدينج شنلة مع كورس التحليل الفني لزوج العملات يورو يو اس دي بايناري الحلقة الأولى التحليل على فريم الأربع ساعات ليوم الأربعاء الموافق 1-9-21 عندي في هذا اليوم 6 فترات زمنية للتداول مدة كل فترة زمنية 4 ساعات الفترة الأولى بدأت يوم الأربعاء 1-9-21 الساعة 3 صباحا وانتهت الساعة 7 صباحا الفترة الثانية بدأت الساعة 7 صباحا وانتهت 11 صباحا الفترة الثالثة بدأت الساعة 11 صباحا وانتهت الساعة 3 بعد الظهر الفترة الرابعة بدأت الساعة 3 بعد الظهر وانتهت 7 مساء الفترة الخامسة بدأت الساعة 7 مساء وانتهت 11 مساء أما الفترة السادسة والأخيرة لهذا اليوم فقد بدأت الساعة 11 مساء وانتهت يوم الخميس الموافق 29 21 الساعة الثالثة صباحا لو حبينا نبدأ التحليل لهذا اليوم الشمعة التي بدأ بها هذا اليوم شمعة إلى حد ما وقريبة من شمعة سبينج بوتوم وقبلها شمعتين سبينج بوتوم وكما قلنا شموع السبينج عموما تعبر عن تعب وانهاك من قبل أحد طرفي المعركة وحيث أن هذه الشموع جاءت في نهاية اتجاه هابط إذن فهي تعبر عن تعب وانهاك وضعف في قوة البائعين ولذلك وجدنا أن الاتجاه بالفعل إن عكس لأعلى وخاصة أن هذه الشموع جاءت عند روند نمبر لذلك تحول الاتجاه من هابط إلى صاعد من خلال الشمعة الخضراء الثانية التي بدأت الساعة سبعة صباحا وهي شمعة شرائية ثيرانية لكن ننصح المتداول بالصبر والتأني رغم طول الفترة الزمنية وعدم دخول صفقة الشراء إلا بعد ظهور شمعة التأكيد التي تؤكد فعلا أن الإنعكاس قد تم بالفعل لذلك لا ننصح بالدخول بالشراء من خلال الشمعة رقم اثنين التي تبدأ الساعة سبعة صباحا وتنتهي حداشر صباحا إنما الدخول الصحيح يكون بعد انتهاء هذه الشمعة وبعد أن تغلق أعلى من شموع لذلك يفضل الدخول بالشراء في الشمعة رقم ثلاثة والتي سوف تبدأ الساعة 11 صباحا وتنتهي الساعة ثلاثة بعد الظهر أو التي سوف تبدأ ثلاثة بعد الظهر وتنتهي سبعة مساء لكن الأضمن هو دخول الشمعة التي تلي شمعة التأكيد مباشرة في الفترة الزمانية من 11 صباحا إلى 3 بعد الظهر ثم بعد ذلك جاءت الشمعة رقم خمسة في نفس اليوم شمعة حمراء بيعية كتصحيح للاتجاه الصاعد وتلاتها شمعة سبينج توب تعبر عن حالة الإنهاك والتعب الذي حدث للمشترين ثم صار السوق بعد ذلك في اتجاه عرضي في منطقة مقاومة قوية إلا أن المشترين اخترقوا هذه المقاومة وكسروها وتحولت إلى منطقة دعم ثم استمر السوق في الصعود اليوم التالي الخميس الموافق 29-2021 وهو ما سنتناوله بالشرح والتفصيل في المحاضرة القادمة إلى أن ألقاكم لكم خالص تحيات مستر محمد السيد السلاموني ترجمة نانسي قنقر